اهلا بكم اليوم سنتعلم مع بعض في الفيديو ده ازاي نقسم الهارد بعادة اشكال مختلفة و اذا وجهتنا اي مشكلة ازاي نحلها بكل سهولة تابعوني الاخر الفيديو عشان نفهم كل حاجة بالتفاصيل اشوفكم بعد الفاصل دلوقتي انا معي هارد سيركبه دلوقتي على USB للابتوب الهارد ده 2 تيرة انا دلوقتي هركبه على اللابتوب بعد كده هروح الكمبيوتر ماي كمبيوتر وافتحه اشوف مش موجود مش ظاهر طيب دلوقتي اذا صدفتنا المشكلة دي لو الهارد ركبنا ومش ظاهر تابعي زي اعرف ان الهارد ده اصلا متوصل على اللابتوب اروح من على ماي كمبيوتر باليمين منيج او ادارة بالعربي ادارة افتحه وانزل هنا عند وانزل هنا عند ديسك او ادارة القرص سيجيب لك كل الهاردات المتركبة في اللابتوب ده الهارد الاساسي ما علينا منه شوف ده الهارد اللي انا ركبته شوف طلع حجمه 2 تيرة بس مكتوب عليه افلاين افلاين يعني متركب بس مش متشاف ومكتوب هنا ومكتوب نقوم بس مكتوب ومكتوب ومكتوب بس مكتوب نقوم بس مكتوب منه دلوقتي دلوقتي نقوم بس مكتوب يقدم لك حجم الهارد كليا يعني انا انت لو عايز الهارد كله جزء واحد خلاص خلي الرقم ده زي ما هو دلوقتي نقوم بس مكتوب كجزء واحد يعني الهارد كله الجزء واحد نقوم بس مكتوب اسم الهارد عادي ممكن تختار اي حرف او اصيبو الكمبيوتر هو يخترب نفسه اقول له next في العالة بتخليه ntfs وانت لو عايز تغيره فيما بعد easy بس انت خليه ntfs في البداية حتى اسم الهرد خليه سيبه نبقى نغيره فيما بعد اقول له next finish كده الهرد أصبح خلاص جاهز ومهيئ حتى هو خلاص بدأ الكمبيوتر شافه دلوقتي نفتحه خلاص جاهز خلاص جاهز هين هو الهرد ده نجيه هنا ميكمبيوتر شافه هو موجود كامل دلوقتي ممكن عايز تفرماته من جديد بالصيغة تانية ممكن يعني ممكن لو عايز تعمل هنا في فرمات وتغير ال ntfs ل ex fat او fat 32 ممكن يعني ممكن حتى نعمله مثلا ex fat ex fat هي خاصة بالملفات اللي حجمها ضخمة قوي يعني اقل له حاجة 5 جيجا 10 جيجا 20 جيجا 100 جيجا ده يقدر يتحملها انما في ال ntfs لا ما بينفعش نجرب كده خليه ntfs روحي انسخ ملفات او حجمها ضخمة ال hard يقول لك لا الملف كبير جدا ما يتنسخ طيب دلوقتي مثلا نقول ايه ex fat عايز تغير اسمه easy ممكن تقول مثلا my hard start دلوقتي بيتهيئ خلاص اتهيئ تمام close خلاص اهو حتى اسمه جديد ده طيب افرد انا عايز اخلي ال hard ده مش جزء واحد عايز اخلي مثلا جزء اين او ثلاثة او اربعة يعني مثلا جزء خاص مثلا بملفات مهمة جزء تاني خاص بألعاب جزء تالت خاص بكتب وهكذا هتقول لي ما ممكن اخش جوه وانشئ هنا كذا ملف بس الطريقة دي بتكون افضل طيب نعمل ايه نجي للتاني مرة هنا في ال computer management اللي احنا فتحنا من disk management بعدين نأتي هنا نعمل باليمين delete نمسحه كليا انت راتية تمسحه من هنا بيختفي من هنا وطبعا المؤكد ان البيانات اللي انا كلها بتنحذف فانتبه فانت لو عندك اي بيانات موجودة على ال hard انسخها منه وبعدها نأتي هنا باليمين نعمل new simple volume انا عايز اجزء ال hard ده مثلا جزء اين اقول له next ده الحجم الكلي لل hard اكتب هنا مثلا نصه ترمى حمل جزءين يبقى اكتب نصه يعني مثلا اكتب هنا هنا مكتوب مليون تسعمائة وسبعة الف سبعة وسبعة وسبعة وعشرين بايت فهي بترمى جزءين يبقى اسموه على اثنين هيطلع مليون بايت يبقى الجزء الاول next عادي يسيبه كده next finish خلاص الجزء الاول اهو تم تهيئته وشاف الجهاز بس الجزء الثاني لسه ما تشافش حتى نيجي هنا شوف ماشيبش غير الجزء الاول بس اللي هو 1 تيرة طيب خلينا نشوف عشان نظر الجزء الثاني نيجي برده على الجزء ده اللي هو unlocated مش ده طيب نيجي هنا باليمين نعمل new simple volume و next المساح المتباقية كلها خليها زي ما هي متغيرهاش next next تمام كده خلاص finish اصبح كده جاهز خلاص بقى اسمو L كمان نيجي هنا في my computer خلاص اهو ده الهرد اهو ده الهرد K و L ده وانتيرة و ده وانتيرة عايز تخش هنا تحط ملفاتك معك وانتيرة وهنا وانتيرة حتى عندما ديجي تعمل ازالة سيختفون الاثنين دول طبعا لانهما الاثنين خاصين بالهرد خلاص خطفوا الاثنين دلوقتي انا احشي ال usb و هدخله ثاني مرة عشان اعرفه مثلا على ثلاث اجزاء شوف هذا دلوقتي عندما ادخلت الهرد ثاني مرة شوف هيتعرف ازاي وتعرف على كل جزء الواحد وطلعه طيب دلوقتي اعجزها مثلا خلي ثلاث اجزاء عجدا اضغي كليا delete و ده كمان اعمل له delete نازم delete volume ما صح يعني دلوقتي يرجع حتى واحدة اعجزها ثلاث اجزاء اعمل له باليمين نيو سامبل اعجزت جزاء ثلاث اعجزة اربعة اخمسة زي ما انت عايز نيكست اقسم الرقم ده على ثلاثة يعني امسك الرقم ده اقسمه على ثلاثة الاثنين تيرة يعني بمعدل كل واحد 700 جيجا كده تقريبا يبقى الاول اكتب 700 جيجا يعني 700 الف next 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 خلاص كده انا جهزت الجزء الاول اللي هو 700 جيجا طيب نجي للجزء الثاني اعمله باليمين الجزء الثاني الاسود ده new simple volume next وده اخلي 700 700 الف 700 جيجا يعني 700 الف ميجا انه هو بالميجا next next خلي كل حاجة زي ما هي كده خلاص جهزت الجزء الثاني ها واصبحت خلاص شافوا الجهاز ده بقى الجزء الاخير لو انا عايز اعمل ثلاثة اجزائي بخلاص اعمله next new باليمين اعمله next واخلي الحجم زي ما هو ما غيرش ده انه الحجم المتبقي من الاتنين تيرة next 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 و next خلاص 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 كده انا معي الثلاثة اجزاء M يبقى ده اسمه K وده L وده M حتى هو كمال بيطلعوا هنا شوف دي انا نجينا بادي كده شوي ده اسمه الهرد الثلاثة K و L و M نجينا معي كمبيوتر نتأكد ايوه ده K 700 جيجا وده 700 جيجا وده البي 500 جيجا يطلع بحيث ان الثلاثة كلهم اثنين تيرة تمام بعد كده عايز تجزاء او 4 عايز تجزاء او 5 انت بتقسم الهرد على الحجم الكلي يعني بس عايز تجزاء او 5 اجزاء امسك الاثنين تيرة يعني اثنين مليون ميجا تقسمه على خمسة يطلع حجم الجزء الواحد تمام كده بكده يكون وضحنا ازاي الهرد اتشاف وزاية جزاء وزاية فرمت وزاية تعمل كل حاجة دوقتي مسلا انا عملت اجزاء ممكن تخلي كل واحد مثلا تفرمت كل جزئية باي باي شكل يعني مسلا ده ايكس فات او انتي افاس بسلا ده انا هخلي ايكس فات تمام اوكي طيب الجزئ ده مثلا هخليه انتي اف اس هعمله فرمات مثلا خليه انتي فاس زي ما هو خلاص ما اجيش ناحيته ده مثلا اخليه فات اتنين تلاتين مثلا بس هو مش موجود معي لانه الهرد حاج مكبير في الهردات اللي بتيجي فوق الوان تيرة دي ما بيكونش فيه متاح حين الفات اتنين تلاتين ايه بقى حلاوة التأسيم بالشكل ده ده اكس فات حتى انا ممكن حتى اسميه اكس فات خاص بالملفات الضخمة مثلا وده حاسميه مثلا انتي اف اس انتي اف اس وده مثلا اخليه اكس فات يبقى مثلا لو معاك ملفات كبيرة اوي تحطها مثلا في الام والكي ملفات عادية حطها في الال بكده وصلنا لنهاية الفيديو انتماني يكون استفدتوا واعجبكم ولو عندكم اي اسئلة ياريت تكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تمامنا سبسكرايب ولايك وتشاهدوا الفيديو على اكبر نتاق خلي الناس استفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته